وفيما يتعلق بملف المياه قال رئيس السيسي أن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأضاف رئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أولى أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحليات المياه لصالح شعبها عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة سلسية متطورة أنا عايز أقول لكم أن البرامج التي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر يأخذ مياه طبقا لمعايير من نظامة الصحة العالمية أدي واحد ثم أن نستفيد بالنقطة بالمياه الموجودة دي بأكبر قدر ممكن نحن سكون تقريبا من أول أو ثاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحليات المياه لصالح شعبها ترجمة نانسي قنقر